عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في قصر اليمامة جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا وفي بداية الجلسة سلم خادم الحرمين الشريفين الرئيس المالي قلادة الملك عبدالعزيز فيما تسلم الملك أعلى وسام في جمهورية مالي وبحث خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المالي آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تنميتها وتعزيزها حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الثقافة والإعلامة الدكتور عدل طريفي ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي الوزير المرافق ووزير الخارجية عدل الجبير وسفير خادم الحربين الشريفين لدى مالي مسعود الحارثي والوفد المرافق للرئيس المالية